أستاذ نعم كيف نصل إلى هذه الحالة التي تحدث عنها ومن بإمكانه أن يفعل ما تحدث عنه أنت دستور بشق اجتماعي والشق غير اجتماعي أنا مثلا رؤيتي للشخصية كحل كاجتهاد شخصي ومشاء الله سنرى في هذه المرحلة في الأمور الدستورية لعل الحراك الشعبي من ضمن أحد مطالبه ونحن ماشيين في مطلب بالفساد ونجد أن فيه محاكمات ولكن الخوف أن ننحرف على هذا المطلب يعني أن نجري وراء السحرة أن يكون هذا المطلب مطلب مستمر وليس دات منبث سياسي ويكون شامل وكامل من حيث المدة ومن حيث الرقعة ومن حيث الزمان أما السؤال التاك ممكن فيه بعض الحلول الدستورية مثلا لو تكون استقالة جماعية للباءات الثلاثة نكون أمام فراغ دستوري أو حالة لم ينص عليها الدستور وبالتالي ممكن من حق البلمان في غرفته يجتمع واقتراح تعديلات للدستور ومضي من هذه التعديلات ممكن بيان دستوري أو إعلان دستوري يشرع لهذه المرحلة الانتقالية في محددة الزمن ونلجأ إما إلى ندوة وطنية أو إلى جمعية تأسيسية وإن كانوا أصحاب السلطة لهم حساسية لفكرة الجمعية التأسيسية بحكم أن أول حزب جزائري حزب أيت أحمد منذ 63 وينادي بهذه الفكرة أو اللجوء إلى لجنة الإصلاح أو اللجوء إلى مائدة مستديرة فالحلول موجودة ولكن الإرادة السياسية الصادقة والنية الصادقة للمضي نحو الأمام هي المفقودة نحن لا نريد أن نؤسس إلى نظام بحداء قديم